أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نبتدي كلامنا عن منتخبنا الوطني الأول ومباراة مهمة جدا أمام السودان النهاردة مهمة قوي طبعا أنت تكسب عشان تدمن خلاص اللي التهى واللي دور ربع النهائي مع الجزائر اللي كذبت النهاردة لبنان بصعوبة أيضا في مباراة كانت قوية شهدت حالتين طرد هنا وهنا في الجزائر الأول في ديها حاجة وسبعين وبعد كده بعد يهب عشر دقيق في ديها حاجة وتمانين لبنان طرد منها لاعب وكانت مباراة قوية وكان لبنان في بعض الفترات رايبين جدا من هم يسجلوا أهداف يعني ومن هنا أنا عايز أبتدي كلامي على المنتخب لأن احنا دايما يا جماعة في مصر هنا بعض النقاد وبعض المحللين وأيضا بعض الجماهير بيتكلموا في إطار إيه؟ في إطار الهجوم المطلق والانتقاد المطلق وكل الاحترام طبعا لكل الأراء يعني ده أمر طبيعي لكن لازم نبقى عارفين يا جماعة الأهداف الأول نبقى عارفين الأهداف الأول من مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب الأهداف بتتمثل في إيه؟ من خلال متابعتنا لكيروش والتغيرات الكتير اللي بيعملها والتشكيل المفاجأة النهاردة اللي حنتكلم عنه في الحقيقة وبعض الانتدابات والاستدعائت اللي بيعملها في المنتخب بعض الوجوه اللي بتشارك لأول مرة وتنضم لأول مرة لمعسكرات المنتخب وضح أن الرجل عنده أهداف أخرى بعيدة عن كأس العرب أهداف قد تتعلق بكأس الأمم الأفريقية قد تتعلق بطبعا مش قد أكيد بتتعلق بمرحلة النهائية في تصفيات الأفريقية المؤهلة الكأس العالم بإذن الله في شهر ثلاثة فوضح أنه بيجهز ووضح أنه بيشوف إيه الأنسب مين اللي يصلح ومين اللي يصلح للمنتخب فبالتالي الهدف من خلال المشاركة في البطولة دي أنه بيجرب بيشوف الدنيا أخبارها إيه اللي عيب ده كويس هينفعني اللي عيب ده مش كويس هجرب مراكز هشوف ده ينفع في المكان ده ولا ما ينفعش وخصوصا إن المنتخب يعني الأدق مش بيعجبنا شوية وكلام من ده بس لازم نبقى إحنا محددين أهدافنا لازم نبقى إحنا عارفين أن الراجل هدفه أنه يجرب يعني في نفس الوقت لما تيجي تبص كده عن منتخبنا الوطني فالمنتخب جاله مدير فني ما بقلوش شهرين أعتقد يعني ما كامل شهرين صح؟ تقريبا ما كامل شهرين ودي فترة قليلة قوي على إن إحنا نحكم بشكل سريع على أي تجربة وخصوصا مع منتخب يعني الفريق أو النادي غير المنتخب ممكن النادي مبارك كتير وعلى بعض بتاع تلاقي الدنيا الإنسجام حصل بشكل سريع تلاقي التوليفة بقت موجودة بشكل أسرح لكن لما منتخبات بتبقى التجمعات على فترات ومدير فني جديد وجاي في فترة دايقة جدا عندك هدف أساسي ورئيسي هو التأهل لكاس العالم بإذن الله تعالى بخلاف نتمنى طبعا نحن ناخد طويلة الأفريقية إن أقيمت يعني في الكاميرا وحن نتكلم عن الجزئية دي لاحقا فبالتالي الرجل ما بقول شهرين فإحنا كمصريين أو كإعلاميين أو كمتابعين كنقاد كمحللين مش مطلوب أبدا نحن نفضل ننتقد ونفضل نهاجم في الرجل طب حنوحض نهاجم في الدين حل هتغير مدير فني دلوقتي في فترة دايقة زي جدي أنت عندك بالزبط إحنا في شهر 12 عندك ثلاث شهور وشوية أو أربع شهور إلا تمام على المطشين الفاصيلين في التأهل لكاس العالم فلازم نهاية إحنا المناخ ده دورنا لازم نهاية المناخ أنا باستغرف في الحقيقة كم من المحللين والإعلاميين اللي بينتقدوا بشكل كبير جدا دون الوضع في الاعتبار بعض من المنطقية اللي بتتمثل فيه إن ده مدير فني جديد وبيجرب وكلام من ده وبعدين حسيت إن إذا فجأة إحنا دخلين بطول الكاس العبدي طبعا نتمنى إن إحنا ناخدها لكن يا جماعة مش ده الهدف الأساسي وكان واضح من تلمحات وتصرحات الرجل في المؤتمرات الصحفية كيروش إن هو مش رايح عشان ياخدوا البطولة وورايا عشان يجرب ويشوف الأخبار إيه ومين ينفعه ومين ما ينفعهش فلازم ندير الرجل فرصة ومن انتقدوهش بشكل كبير وما نحاولش إن إحنا نقلل من معنوياته أو من معنويات الجهاز الفني أو من معنويات اللعيبة بعده يتكلم على إن في بعض العناصر في الجهاز الفني مش بيشاركوا ما بيدوش رعبين مجامعة كل واحد حر المدير الفني براحته هو طبعا كنصيحة والأفضل إن هو يلجأ لكل الناس خصوصا العناصر المصرية في الجهاز عشان يستفاد من خبراتهم ومن طبعاتهم اللي كانت بشكل كبير جدا لكل اللعبين المصريين يعني في الحقيقة ده منطقي أو ده انتقاد منطقي لكن في نفس الوقت خاص مش عايزين نوعا نركز على نعمل سبوت على النقطة دي على الكلام ده ونخلق بعض الأزمات وبعض المشاكل لا المصلحة واحدة المصلحة إيه تقتضي بالمساندة والدعم تقتضي إن إحنا عايزين نوصل لأهدافنا فبالتالي لازم تدعم لازم تساند أقول في عيوف في أخطاء فيه مش عفق حلو بس لازم تدي الثقة للناس دي عشان الهدف الأسمى نوصل له بإذن الله تعالى وهو التأهل لكأس العالم لكن ده الكلام اللي أنا كنت أحابب أقوله في الحقيقة قبل ما أعرف تشكيل منتخب مصر تعالوا بقى نتكلم عن تشكيل منتخب مصر وأنا حفضل على كلامي في الحقيقة